أتى وفد نصارى نجران للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لك تشتم صاحبنا؟ قال وما أقول؟ قالوا تقول أنه عبد الله؟ قال أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن خلق الله لعيسى من غير أب مثله كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم إذ خلقه الله من تراب الأرض ثم قال له كن بشرا فكان كما أمر سبحانه بشرا كاملا روحا وجسدا وفي ذلك هدم لعقيدة ألوهية المسيح وأنه ابن الله بالعقل والمنطق والحكمة فمن خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء مما يشاء وكيف ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن من هو أول من تجرأ وادعى ألوهية عيسى عليه السلام وأنه ابن الله هو شاؤول اليهودي أو بوليس الترسوسي أحد ألد أعداء المسيح عليه السلام وأحد اليهود المتعصبين لليهودية والذي اضطهد أتباع المسيح كثيرا وعذبهم وسجنهم ثم زعم أنه التقى مع المسيح وأن المسيح ظهر له فجأة في الطريق ودخل في دين المسيح وحين قدم نفسه للحواريين لم يقبلوه ولكن برنابة توصت له عندهم فقبلوه فنشط وصار رأسا في النصرانية يبني الكنائس ويطوف البلاد شرقا وغربا ثم ادعى كذبا أن المسيح عليه السلام إله وأنه ابن الله رغم أن عيسى عليه السلام لم يصرح أبدا بذلك بل صرح أنه بشر وأنه إنسان وأنه ابن إنسان وأنه رسول وأنه عبد الله فدين نصار اليوم مزيج من الوثنية والفلسفة وأكاذيب بولس نسأل الله الهداية لنا جميعا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون موسيقى اشتركوا في القناة